انا نقطة بس فنية يا كابتن كده كارلوس كيروش بيعتمد ان مصطفى محمد بيضغط على العيب رقم 6 كل الناس منتفق على القصة دي وان خليدو كيلوبالي كان في مباراة منتخب مصر يا كابتن في مباراة النهائي بيطلع لحد نص ملعبنا ودي اكبر مشكلة في منتخب مصر يعني اقول لحضراتك ارقام خليدو كيلوبالي في النهائي مرر 91 تمريدة بص يا كابتن بقى الدايرة السودة دي يا كابتن ده مكان تمريره من نص الملعب بتاعنا مرر بشكل صحيح منها 17 تمريرة منها 16 بشكل صحيح واحدة بس غلق محدش بيخش علي يا كابتن محدش كان بيضغط ليه كان مصطفى محمد مهتم بكسة تانية بص لما كابتن اللي هي الدايرة الحمراء دي لما خليدو كيلوبالي بيضغط عليه من قدام هو مرر من حتة دي 8 تمريرات خمسة بشكل صحيح وتلاتة بشكل خاطئ يعني انت لو سبت مصطفى محمد تفرغ ان هو يضغط على خليدو كيلوبالي نعم شكلنا هيبقى مختلف تماما احنا برضو كابتن عايزين ان هم ما نخلهمش يمرروا خليدو كيلوبالي نعم احنا نحاول نخليهم يمرروا للمدافع التاني ليه نسبة تمريراته كابتن كانت خاطئة كتير في ماتش النهائي اللي هو عبدو ديالو تسع تمريرات طويلة قدام مصر يا كابتن لعب 8 غلط نعم فاحنا لو ضغطنا عليه هو بيشتت نعم فكل اللعب ده ده رجع لكينت نعم بالزبط برضو يا كابتن نقطة تانية سلبية جدا في اسماعيلة صار اسماعيلة صار مش بيرجع يدافع استخلص الكرة قدام مصر يا كابتن مرتين بس بص يا كابتن كل الجانب الدفاعي يعني زهوره في الجانب الدفاعي خمس مرات بس ده تواجده ان هو النقطة اللي ما بقابل الملعب هكذا ساد يومانية ساد يومانية كابتن لو جبنا الصورة بتاعته هنلاقي ان الحتة دي كلها ما بيرجعش فيها خلص يعني الدايرة السودة دي مش موجود فيها ساد يومانية وده بيساعد لعبتنا ان هي تعمل اوفرات يعني فاتوح في ماتشي السنغالة كابتن عمل 3 عرضيات منهم 2 صح المنتخب بشكل عام كابتن عمل 13 عرضية منهم 6 صح يعني النص تقريبا صح فده ده رقم كبير ده ليه عشان هما احنا بيبقى فيه زيادة عددية في الأطراف وهو ده اللي احنا لازم نبني عليه يا كابتن فماتشي انا بسوط ان انت بتكلم كمان في الجانب الفني وده مهم جدا يا دنيا